اشتركوا في القناة للفرد والاسرة وذكر النايب العام ان العمل ماضي شهد بعض التحديثات المهمة في عمل النيابة العامة حيث استرى قرارا باضافة اختصاص جديد لنيابة الجرائم المالية وغسل الاموال وهو التحقيق والتصرف في القضايا التي تتعلق بالتعدي على اموال الشركات او المؤسسات التي تسهم فيها الدولة بنصيب ما مهما كان مقدار ذلك النصيب وبأي صفة كانت مساهمة الدولة كما تمتت شين دليل استرشادي لالية سماع اقوال الطفل مرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك في اطار مراعاة المصالح الفضلة للطفل واشهد النائب العام بالمسار الناجح والموفق لمبادرة نيابة العامة الاجتماعية رعاية وتعاون الجهات الشريكة في هذه المبادرة في شمول الطفل والمرأة والاسرة بالرعاية سواء المصاحبة لاجراءة الدعوة الجنائية او اللاحقة عليها واكد النائب العامة ان نيابة العامة تول اهتماما كبيرا بقضايا الاحتيال الالكتروني واخذت مبادرات الى جانب مواجهتها تلك الجرائم قضايا فاطلقت حملة توعوية على حسابات النيابة الرسمية بشكل دوري وفي شأن التعاون القضاء الدولي اشار النائب العام لحرص النيابة العامة على تعزيز قدراتها وتطوير اساليبها في العمل كي يصبح اداؤها مواكبا لكل المستجدات التي تطرأ على الجريمة وتطور وسائلها وفيما يتعلق باحصائية النيابة لعام 2023 اعلن النائب العام عن بلوغ نسبة الانجاز 99% وانخفاض عدد القضايا التي وحيلت المحاكم مقارنة بعام 2022 في اجواء من الشفافية والوضوح بيّنت النيابة العامة خلال مؤتمرها الصحفي السنوي بالارقام والتفاصيل جميع ما يدور حول عملها خلال عام 2023 وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام والذي اكد على نجاح النيابة العامة في انجاز 99% من القضايا خلال العام الماضي علاوة على تطوير وتعزيز اهليات العمل وكفاءة المنتسبين للنيابة العامة والله تعودنا عادة من عضاء النيابة ان فعلا نسب الانجاز ما تقل عن 97% طول مدة خلال من ذو انشاء النيابة العامة إلى حد الآن ولكن الآن تكلم باستخدام وسائل التكنولوجي الموجودة المتاحة في أمرنا تكون أيضا هي عامل مساعدنا جدا في موضوع المكافحة وفي رفع نسبة الانجاز خلال المؤتمر الصحفي استعرض مسؤولون نيابة العامة أبرز الأرقام والنتائج لعمل النيابة الاحترافي ودور منتسبيها من خلال النيابات المتخصصة في معالجة القضايا والنظر بها مؤكدين على السعي المستمر لتحقيق العدالة الناجزة مشيرين إلى الانخفاض الملحوظ في أعداد الجرائم الإلكترونية والأسرية والإتجار بالبشر تم اليوم استعراض التغرير السنوي لأعمال النيابة العام لسنة 2023 ومن أبرز ما جاء في هذه الأحصائيات هي انخفاض معدل ارتكاب الجرائم في جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم الإلكترونية وهي الأكثر شيوعا في هذه الأيام خصوصا أن التطور التكنولوجي سريع جدا وكذلك سجلت نسبة انخفاض في جرائم العنف الأسري من أهم الانجازات لعام 2023 ومظاهر التطوير التي شهدهت النيابة هي نسبة انجاز القضايا والتي بلقت 99% وهي بفضل الله نسبة انجاز عالية وتقريبا لا تختلف عن نسب الانجاز في العوام الماضية مقارنة بمعدلات الانجاز خلال السنوات السابقة حققت النيابة العامة تقدما كبيرا في أدائها وتعاملها مع مختلف القضايا ومواكبتها لمستجدات الجرائم وتطورها المستمر والذي استدعى تحديثات تجسدت في إنشاء النيابات المتخصصة وتطوير الكوادر العاملة لضمان أداء النيابة لرسالتها الوطنية السامية في تحقيق العدالة الناجزة للجميع تقدم كبير تحقيقه النيابة العامة بنسبة انجاز وصلت إلى 99% من القضايا وهو ما يعكس حجم التطور الإداري والفني والكفاءات الوطنية العاملة في النيابة العامة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر